سهلتك السؤال ده بره بره الهواء بس هسألولك تاني على الهواء فترة الراحة دي كان نفسك فيها كنت محتاجها انك ترتاح من الضغوط كثيرة جدا والتدريب احنا دايما بنقول ان التدريب ده ضغط يومي مش شاومي بالضيئة كل ديئة انت عندك ضغوط مرتاح شوية اجازة مريحة وانا ما في الشك يعني المدرب صراحة يمكن انا شرحت لك غير اللاعب يمكن عشت المرحلتين كلاعب وكمدر وانا من 2001 وانا بشتغل في مجال التدريب وليه خبرات كبيرة جدا مع كل المدارس المصرية او حد الخارجية الحمد لله رب العالمين يعني ما فيه نادي روحته ان لما اثرت فيه بالإيجاب ويمكن انا باهتم بتفاصيل يعني تانية غير الفنية ان انا اكون مؤثر اخلاقيا اكون قدوة حسنة بشكل كويس جدا للعبين والادارة وحتى لكل المهتمين بالاضافة طبعا ليه الامور الفنية ان الفريق اللي انا بمرره لابد ان هو يكون متميز بشكل كويس جدا جدا وانا دي اللي انا بحبه دايما اللي كل هي بصمة واضحة على الفريق ويمكن ده بن كتير جدا في كل الفرق او معظمها اللي انا تولتها بشكل كويس جدا وكان لها أثر إيجابي لكن لما بيبقى فيه صبر واختناع بالمدرب وعدم تصدير توطرات على أساس ان انت في الآخر تأدي إلى نجاحات مفيش نجاح طبعا بيجي الا بعد تخطيط جيد والنجاح ده طبعا يعني لابد ان يتخلله اخفاقات عشان تتعلم منها وترجع توقف على محالك من جديد مفيش نجاح على طول لابد ان يبقى تعيش كل الحالات المتواجدة في مراحة كرة القدم وده يمكن الحمد لله رب العالمين اللي انا بعمله فيه كل مرحلة أدريبية انا بروح طيب ادرات الاندية وجمهي الاندية يعني تفهموا اللي حراك بتتكلم فيه ده يعني تفهموا انه الامور ما بتبقاش فنية بس وانك بتكون فريق وانك بتأثر في فريق وانك تعمل بصمة الفريق للمستقبل كمان ولا ادرات الاندية عندنا هنا بتحكم بالنتائج فقط فيه اللي مقتنع واللي مقتنع بمشروعك واللي بيديك فيه وقت بشكل كويس جدا جدا وفيه اللي بيتأثر بيه النتائج والنوعين دول موجودين عندنا يعني مثلا لو ناخد نموذج مثلا مع حرص الحدود انا عدت 11 سنة صح 11 سنة في حرص الحدود فيها نجاحات كثيرة جدا واخفاقات قليلة جدا بس دايما كان بيبقى فيه صبر والنجاحات ما جاتش من يوم وليلة يعني ما جاتش من يوم وليلة احنا بدأنا الصعود من 2001 خدنا 2009 و2010 كسين عبال ما وصلنا عبال ما وصلنا مرنا مراحل تدريبية كان الاولى مع الكابتن حلم طولان وبعدين توليت المسئولية وبعد كده وبعد كده ابتدت البطولات تيجي بعد الاستقرار الاداري وإيه ده يمكن طبعا يعني ربنا ارحمه سات مشير طنطاوي هو اللي كان محقق الاستقرار ده وحتى على الصعيد اللاعبين ما كانش فيه لعيبة عندنا كتير بتمشي في عد 11 سنة يمكن 2011 كل متذكر كنا على قيمة الدورة المسحرس الحدود فطبعا مفيش نجاح خاصة الفرق خارج الاهل والزمالك اللي دايما بتلعب على البطولة لابد انك تحضر النجاح ده وتصبر علي يعني تعمل الطبخة وتصبر عليها عشان تستوي ممكن يجي نجاح الصدفة لكن ما يستمرش لكن انت عاوز تبني فريق يبقى فريق بطولات فعشان تبني فريق بطولات لابد انك تأسسه ملقته تزد تمشي بمراحل جيدة تاخد فيه خبرات يمكن انا عشان اوصل بس مع حرس الحدود ان انا نافس الاهل والزمالك اصريت عشان اشارك في البطولة الفرقية وكان فيه رفض قاطع ان حرس الحدود يشارك في البطولة الفرقية خوفا على نتائج لكن لما فهمت وجهة نظري ان انا عاوز اخذ خبرات من البطولات الافريقية عشان تؤثر عليها بالاجاب في البطولات المحلية واده اللي حصل ان احنا لعبنا مع مدارس مختلفة في جميع البلاد ايش جنوب افريقيا شمال افريقيا وسط افريقيا مدارس دي اصارت علينا بالاجاب سواء بالاجاب او السلب لكن خدنا منها خبرات كويسة جدا ان كانت جدا ان احنا فريحة احرس الحدود في كاس مصر لما خدناه يعني يكفي ان احنا اولا احنا قابلنا للأهلي في دور الستاشر خرجنا للأهلي بعدين السن اللي احنا خدنا فيها الكاس من امش ثم قابلنا للأهلي في النهائي في الكاس اللي بعدها طب وخدنا البطولة ثم تدرج الافضل بقى ان احنا على صعيد الدوري اللي هو الطويل المدى بقينا الاول على بطولة الدوري وده الشيء اللي كان دوري اللي اتلغى كنت متصدر الدوري وكنا متصدرين الدوري وكنا كمان بفرق نقاط يعني حوالي ست نقاط يعني كان مدلول ان احنا حنعمل موسم جيد صحيح بخلاف الموسم اللي احنا عدنا